الأيام تمر وعداد الخسائر المادية يدوره ملخص واقع اقتصاد إسرائيل بعد مرور 200 يوم على بدء العدوان على غزة الذي انعكس التداعيته على قطاعات تغدي الناتج المحلية لدولة الاحتلال الذي يناهز 525 مليار دولار القبة الحديدية ومقلع دود أو حتى حتس منظومة دفاع تباهت بها تل أبيب وظنت أنها ستكون قادرة على حماية أمن إسرائيل واقتصادها لكن التجربة برهنت عكس ذلك فمنذ بدي عملية طوفان الأقصى أخذت مجموعة من قطاعات الإنتاج والخدمات الإسرائيلية تتداعى لتصل خسائرها الإجمالية إلى زهائي 50 مليار دولار فعلى الصعيد الكلي كما شاء اقتصاد دولة الاحتلال في الربع الأخير من العام الماضي بواقع 21% وهو الأمر الذي عقد من مهمة بناء موازنة السنة الحالية التي اضطرت فيها الحكومة إلى تعزيز إنفاقها العسكرية على حساب قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار الواقع المالي الضغط رفع أيضا نسبة الدين اتجاه الناتج المحلي من 60% لعام 2022 إلى 62.5% للسنة الماضية على أن يرتقي العام الحالي إلى 67% العجز الذي تواجهه الحكومة التي يغلب عليها اليمين الدفعة الأبيب إلى استدانة 60 مليار دولار ما أدى إلى خفض تصنيف ستاندرد أمبرز الاعتماني لإسرائيل من آي آي سالب إلى آي موجب في سابقة لم تعدها دولة الاحتلال من قبل قطاع السياحة الإسرائيلي كان في عين العاصفة فقد تراجعت عدد الزوار بواقع 79% في الربع الأول من العام مع إحجام غالبية الشركات عن الطيران إلى بنغوريون وفقد القطاع الزراعي 40% من قوته العاملة ونحو ثلث المساحات المزروعة التي هجرها سكان المناطق الشمالية وغلاف غزة باتجاه دور الإيواء لكن الأمر لم ينتهي هنا اتسبب وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية إلى قلب المدن الإسرائيلية في خسارة قطاع الإنشاءات زهاء مليارين ونصف مليار دولار على مدار مئتين يوم رغم مساعي دولة الاحتلال لاستجلاب عمالة أسيوية لتحل مكان نظيرتها العربية المسحوبة تصريحها القدرات الاقتصادية الإسرائيلية كادت تتدعب في مواجهة واقع أمني غير مألوف ولكن اقتطاع الولايات المتحدة جزءا من أموال دافعية الضرائب لديها لإدعية في أرصدة دولة الاحتلال كان كفيلا بدر انهيارها